السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم يدور حول The Past Simple أو الماضي البسيط لكي نتعرف على زمن الماضي البسيط سوف نعرض جمل في المضارع وأخرى في الماضي ومن خلال هذه المقارنة نستطيع أن نكون مفهوم حول زمن الماضي البسيط نبدأ أنا عادة أعمل ثمان ساعات في اليوم ولكن أمس أنا بدأت العمل عند الساعة التاسعة صباحا وانتهيت من العمل عند الساعة التاسعة مساء Max usually drives to work Max عادة يذهب بسيارته إلى العمل But yesterday he walked ولكن أمس مشى Ann usually watches TV in the evenings Ann عادة تشاهد التلفاز في المساء But yesterday evening she listened to the radio ولكنها أمس في المساء استمعت إلى الراديو نلاحظ هنا أننا كمنا بوضع هذه الأفعال في زمن المضارع البسيط بإضافة S كما في drives أو ES كما في watches ولكننا أبقى على الفعل كما هو كما في الفعل work وبالنظر إلى الماضي نلاحظ أن جميع هذه الأفعال أضيف إليها إيدي لتحويلها إلى الماضي وتسمى هذه الأفعال بأفعال قياسية Regular verbs مزيد من الأمثلة I usually have my lunch at home أنا عادة أتناول الغداء في البيت But لكن Yesterday I had my lunch in the office ولكن أمس تناولت غدائي في المكتب Jack usually goes shopping with his dad Jack عادة يذهب للتصوق مع والده But لكن Yesterday he went shopping alone ولكن أمس ذهب للتصوق بمفرده Rahaf usually does her homework in the evening But Rahaf عادة تحل واجباتها في المساء ولكن Yesterday she did it after school ولكن أمس حلت الواجبات بعد المدرسة نلاحظ أنه عند تحويل هذه الأفعال إلى الماضي لم نضف إليها ED وهذه هي الأفعال الشذة Irregular verbs ومن هنا يمكننا أن نقول أنه عند التحويل إلى الماضي تنقسم الأفعال إلى Regular أفعال قياسية and Irregular أفعال شذة ولتحويل الأفعال القياسية إلى الماضي نضيف إليها D إذا كان الفعل ينتهي بـ كما في الفعل live يتحول إلى lived يعيش عاشا وكذلك Invite Invited يدعو دعا أما إذا كان الفعل لا ينتهي بـ فنضيف إليه ED كما في watch watched يشاهد شاهدة walk walked يمشي مشى أو نضيف IED للفعل إذا كان الفعل ينتهي بـ حرف الـ Y ويصبك حرف الـ Y حرف ساكن كما في cry تتحول إلى cried وكذلك study تتحول إلى studied يدرس درسة أو قد نكرر الحرف الأخير إذا كان الفعل ينتهي بـ حرف ساكن متحرك ساكن كما في الفعل stop يتحول إلى stopped يتوقف توقف وكذلك الفعل clap نلاحظ أن هذا الفعل ينتهي بـ ساكن متحرك ساكن فعندئذ نكرر الحرف الأخير لتتحول clap إلى clapped يصفق صفقة أما بالنسبة للأفعال الشاذة فليس لها قاعدة ومن ثم يجب حفظ تصريفها في الماضي فالفعل buy يشتري يتحول إلى boat اشترى begin يبدأ began بدأ write يكتب wrote كتب see يرى so رأى take يأخذ took أخذ drive يقود السيارة drove قاد السيارة speak يتحدث spoke تحدث come يأتي came أتى meet you قابل meet قابلة leave you غادر left غادرة نأتي الآن إلى النفي فعند نفي الفعل في زمن الماضي البسيط نستخدم didn't ويأتي بعد didn't المصدر من الفعل على سبيل مثال started عند نفي هذا الفعل استخدمنا didn't ثم أتينا بالمصدر من الفعل started وهو start لتصبح started بدأ didn't start لم يبدأ وكذلك watched تتحول إلى didn't watch studied didn't study stopped didn't stop went didn't go had didn't have أما was و where was تحول إلى wasn't و where تحول إلى weren't نأتي الآن إلى استخدام الماضي البسيط the past simple expresses a past action that is finished يستخدم الماضي البسيط للتعبير عن فعل حدث في الماضي وانتهى وفيما يلي أمثلة تدل على هذا الاستخدام I lived in Paris when I was eight أنا كنت أعيش في باريس عندما كان عمري ثمان سنوات my dad bought a new car last month والدي اشترى سيارة جديدة الشهر الماضي Alex traveled to Spain two days ago Alex سافر إلى إسبانيا منذ يومين she was born in nineteen ninety seven هي ولدت عام الف وتسعمائة وسبع وتسعون نلاحظ من خلال هذه الأمثلة أن جميع هذه الأفعال وقعت في الماضي وانتهت ودائما ما تحتوي جمل الماضي البسيط على دلالات زمنية تشير إلى الماضي ومنها last last night ليلة أمس last Saturday السبت الماضي last week الأسبوع الماضي last month الشهر الماضي last year العام الماضي وكذلك yesterday أمس yesterday morning صباح أمس yesterday afternoon yesterday evening in in nineteen ninety seven في عام الف وتسعمائة وسبعة وتسعون in April في شهر إبريل وكذلك من الكلمات التي تدل على الماضي ago ولكن ago تختلف عن last ويستردي وin حيث أن المدة الزمنية تأتي قبلها على سبيل المثال ten years ago منذ عشر سنوات two weeks ago منذ أسبوعين a month ago منذ شهر نأتي الآن إلى التدريب السؤال يقول make sentences in the past tense about the following pictures والمطلوب مننا هنا هو أن نكون جمل في زمن الماضي البسيط عن هذه الصور فكما نلاحظ في هذه الصورة بيتر لم يرتب غرفته لذلك قلنا بيتر لم يرتب غرفته بينما هنا سوفي ساعدت مدرستها لذلك قلنا سوفي helped her teacher وفي هذه الصورة هل انتهى هاري من حل اللغز؟ لا لم ينتهي لذلك نقول هاري didn't finish his puzzle هاري didn't finish his puzzle وفي هذه الصورة هل عزفت لوسي على الفيولين؟ لا لم تعزف لذلك نقول لوسي didn't play the violin لوسي didn't play the violin وهنا هل طبخت بيث السباجيتي؟ نعم لذلك نقول بيث بينما هنا وبسبب مرضه لم يستطع ميستر هاري الذهاب إلى العمل لذلك نقول ميستر هاري didn't go to work ميستر هاري didn't go to work وإلى هنا نأتي إلى ختام درس اليوم thank you goodbye ميستر هاري موسيقى